اهلاً وسهلاً فيكم في برنامج خبر آخر ساعة اللي نطلع فيه من الأحد إلى الخميس في مثل هذا الوقت بيث مباشر على يوتيوب فيسبوك تويتر وأيضاً على موقعنا سماشي دوت تيبي أول خبر معنا اليوم رياضي كوروي تحديداً عن فريق الهلال السعودي بطل كاس آسيا طلع قائد الفريق الشلهوب المهوب بمقطع فيديو على حساب الشخصي في السناب شاد وقال فيه بأنه بعد مكالمة جماعية كانت من خلال برنامج فيديو كول صار يعني هناك تواصل جماعي بين لعيبة الفريق بالكامل وكانوا يتكلمون ويناقشون الوضع الحالي والأزمة التي يعيشها العالم بالكامل واتفقوا بناءً على هذه المكالمة أنه يتم تخفيض رواتبهم بنسبة خمسين بالمية دعماً أو خدمة بسيطة حسب كلامه اللي نادره لها الفريقهم اللي له فضل بعد الله عليهم وكذلك اللي الكرة السعودية بشكل عام لأنه زي ما نعرف يعني الجائحة طالت الجميع بما فيها الكرة العالمية والكرة السعودية أيضاً نوجه رسائل جميلة في فكرة الجلوس في البيت واليوم حنا شفنا رسائل كثيراً من المؤثرين على مستوى الوطن العربي وهذا شي جميل سواء في الكرة أو الفن أو التمثيل وإلى آخره لأنه في ناس فعلاً تحب هذول الأشخاص فيما بالكم واحد خلوق وجميل مثل محمد الشلهوب فعلاً بادرة جميلة تدل على يعني وحدتهم كفريق وتدل على صدق وطيب نواياهم اتجاه فريقهم وتجاه البلد في الأخير لأن الرياضة شيء مهم والكرة السعودية يعني هنم متفائلين فيها جداً الخبر الثاني عن الفنانة نانسي عجرم وزا ما تتلاحظون يعني الأخبار هذه الفترة فعلاً قاعدين نشوف أشياء فيما يخص المشاهير قاعدين نشوف أشياء إيجابية وجميلة فشفنا نانسي عجرم تدعم حملة فوق أريبيا المجلة المعروفة في مواجهة بيروس كوفيد 19 كورونا وش كانت الحملة عبارة عن هيش صورة لغلاف مجلة طالع فيها نانسي عجرم ولكن بكم ما ما زل ما انتم شايفين الصورة قاعدين نعرضها الآن وبالتالي يعني مشهد أيضاً ما رح أشوفه إلا في فترة مثل كذا يعني غلاف مجلة وفيها يعني نجمة مثل نانسي عجرم ولكن ما تشوفون نانسي عجرم تشوفونها بكمام ومع ذلك أكيد أول ما تشوف الصورة ستعرف أنه نانسي عجرم لأنه هي من بره معروفة لو يعني بقيت منها ممكن الطرف بالغلط برضو ممكن تعرفها ولكن هذه الصورة وغلاف المجلة يعود لعام 2018 هي ظهرت معهم في هذاك الوقت ويعني حتى في الصورة الأصلية والآن في هذه الحملة اللي تخص فكرة تخليك في البيت ويجلس في البيت وإلى آخر وهي حملة إيجابية جداً نزلت نزلت الفنانة نانسي عجرم هذه الصورة مرة ثانية ولكن بكمامة وهذه حملة أطلقتها مجلة فوق أريبيا الآن ما أدري يمكن تكونوا نشوفون الصورة الأصلية للمجلة اللي كانت 2018 خنشوف نعرضها عندكم الحين خلاص نعرضت فأتمنى أنه أشبعت شوية من الفضول عندكم فيما يخص هذه الصورة وشي جميل يعني شفنا مثلاً تكلمنا أمس عن ليساً وسوت فيديو كليب من خلال فيديو كول وكان مع هايفة وهبي بعد كده نانسي عجرم مسوت أو دعمة هذه الحملة فيعني جميل أنه اليوم كان نشوف أخبار كثيرة تواكب الأحداث اللي قاعد تصير اليوم بشكل إيجابي الخبر الثالث والأخير بانتظار التحديث الجديد اللي خرائط جوجل بصوت الصوت الرسمي اللي خرائط جوجل هو وائل حبال فشي ملفت أنه نحن نشوف شيء زي كذا ويعني طبعاً ما في ما في ما رح يكون فيه تحديث جديد ولكن الصوت الرسمي وائل حبال سجل من خلال حسابه في تويتر أو نشر ما خلال حسابه في تويتر مقطع صوتي مظاهر فيه خلينا نسمع جزء ونرجع لكم الاتجاه مباشرة نحو الصالون عند الصالون الاتجاه مباشرة نحو التلفزيون بعد 53 فيلماً الاتجاه مباشرة نحو غرفة النوم لقد وصلت إلى وجهتك أحلاماً سعيدة الاتجاه مباشرة نحو المطبخ بعد 150 صحناً الاتجاه مباشرة نحو الحمام بعد الحمام مقطع ضريف جداً ويعبر فعلاً عن الوضع الحاري لأنه الناس فعلاً مشتاقة لهذا الصوت نعطف يميناً وشمالاً مشتاقينه وهذه واحدة من الأبسط الأشياء اللي سرنا نقدر الصوت هذا فلفتها جميلة منه هو يتفاعل مع الناس ومع رغبتهم في أنهما يسمعون الصوت هذا اتفضلوا يسمعوه بس فيما يتواكم مع الحجر المنزلي ويعني أجلس في البيت وتدابير احترازية والحظر ومنع التجول في عدة أو في العديد من الدول في أنحاء العالم فشي جميل حتى خراءة جوجل قاعدة تماشى وتواكب الأحداث هذه كانت كل أخبارنا في خبر آخر ساعة اليوم نشوفكم في نفس الوقت بكرة سلام